اعرب معالي شيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية عن اسفه لعدم جدية دولة قطر في انهاء ازمتها مع الدول الاربع وهو الامر الذي كان واضحا تماما في طريقة تعاملها مع الدورة الاربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسلبيتها الشديدة والمتكررة بارسال من ينوب عن اميرها دون اي تفويض يمكن ان يسهم في حل ازمتها وبين معالي وزير الخارجية ان ما صرح به وزير خارجية دولة قطر بان الحوار مع المملكة العربية السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الاربع لانهاء ازمة قطر وانها تبحث في نظرة مستقبلية لا يعكس اي مضمون تم بحثه مطلقا وشدد معالي وزير الخارجية على ان دولنا تتمسك تماما بموقفها ومطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من شهر يوليو عام 2017 والتي تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والارهاب وإيقاف كافة اعمال التحريض وخطاب الحظ على الكراهية او العنف والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي لعام 2014 والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الاسلامية الامريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017 والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكينات الخارجة عن القانون ومسؤولية كافة الدول المجتمع الدولي عن مواجهة كل اشكال التطرف والارهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والامن الدوليين من جانبه اكد معالي الدكتور انوار قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة ان الازمة القطرية مستمرة وان غياب امير قطر عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف ويبقى الاساس في الحل ضرورة معالجة جذور الازمة بين قطر والدول الاربع الداعية لمكافحة الارهاب واشار وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية في تغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر الى ان تشخيص حالة مجلس التعاون اساسه تغليب مصلحة المجلس والمسؤولية تبدأ ممن كان سبب الازمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي ادت الى عزلته مشددا على ضرورة الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف من الجانب القطري اذا اكد معالي الاستاذ عادل بن احمد الجبير وزير الدولة لشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية في وقت سابق ضرورة تغيير النظام القطري سياساته والقيام بمزيد من الخطوات خصوصا فيما يتعلق بوقف دعم الارهاب واكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخارجية خلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي قبل ايام اكد ان النظام القطري يعرف ما عليه فعله واين تكمن المشكلة وعليه اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي ازمته مشددا على ان النظام القطري تبنى بعض التغييرات في جوانب قانونية تتعلق بدعم الارهاب الا ان هذه الخطوات ليست كافية لحل الازمة وهناك تدابير اضافية يجب العمل على تنفيذها